جزء من كلمة السفير عمرى أبو العطى من دوب مصر الدائم في مجلس الأمن فقضية القدس إحدى قضايا الوضع النهائي لتسوية القضية الفلسطينية سلميا عبر التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وأي محاولة لتغيير حقائق على الأرض في القدس تعد من الإجراءات الأحادية غير القانونية التي لا ترتب أي أثر قانوني لتعارضها مع قانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك قرار الجمعية العامة رقم 181 لعام 1947 الذي أنشأ دولتين فلسطين وإسرائيل واعتبر مدينة القدس هي كيان منفصل يخضع لنظام دولي خاص وكذلك قرارات مجلس الأمن أرقام 242 لعام 1967 ومتين اتنين وخمسين لعام 1968 و338 لعام 1973 التي لم تحترف بأي إجراءات تتعلق بضم إسرائيل لأراضي الغير بالقوة العسكرية ترجمة نانسي قنقر